سيارات الأمم المتحدة تصل إلى فندق الفورسيزون في العاصمة دمشق لإيصال مبعوث الأمم المتحدة الجديد غير بيدرسون إلى مقر إقامته المؤقتة بعد تسلمه لمهامه التي أوكلت إليه في السابع من كانون الثاني النظام وعلى لسان نائب وزير خارجيته فيصل المقداد استبقى وصول بيدرسون بالحديث عن فشل سلفه ديمستورا وأن التعاون مع المبعوث الحالي مرهونا بشرط الابتعاد عن أساليب من سبقه الذي اتهمه بعالم الموضوعية وأن هذه الزيارة ستكون فرصة للتعارف وأملا بتحسين ما عجز عنه الآخرون مهمة المبعوث الأممي الجديد لن تكون سهلة خاصة وأن النظام الأسد عرق لعمل المبعوثين السابقين طوال السنين الماضية فديمستورا لم يستطع إقناع النظام بالإفراج عن معتقلين في سجونه كما لم يفلح الأخضر الإبراهيمي في إلزام الأسد بوقف إطلاق النار سواء لبضع ساعات ما يجعل بيدرسون أمام وضع صعب غير أن بيدرسون دبلوماسي مخضرم شغل مناصب عدة فكان ضمن الفريق النرويجي في المفاوضات السرية التي أخرجت اتفاق أوسلو وممثلا لبلاده لدى السلطة الفلسطينية وسافير النرويج في الأمم المتحدة والصين وها هو الآن الرابع مبعوث للأمم المتحدة خلفا لديمستورا فهل سيستطيع بيدرسون أن ينجح فيما فشل فيه الثلاثة الذين سبقوه